موسيقى موسيقى بسم الله أبو الأبن راح أقل سلاة واحد أمين أهلا بك أحبا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج المعلم الصالح النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم عن مثل جديد وهو مثل الحنطة والزوان هذا المثل موجود في إنجل القديس متة في إصحاح 13 في عدد 24 لعدد 30 وبعد كده تفسيره على فم ربنا يسوع المسيح في عدد 36 ل43 أحب أرى لكم مثل وتفسيره الأول من الكتاب المقدس قبل ما نتكلم عنه بيقول القديس متة في عدد 24 قدم لهم مثل آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرع جيدا في حقله وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى فلما طلع النبات وصنع ثمرا حناز زهر الزوان أيضا فجاء عبيد رب البيت وقال له يا سيد أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك فمن أين له زوان فقال لهم إنسان عدو فعل هذا فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه فقال لا لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونهم دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد وفي وقت الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولا الزوان واحرقوه حزما ليحرق وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزنه رجع بعد كده في عدد 36 حناز انصرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت فتقدم إليه تلاميذ قائلين فسر لنا مثل زوان الحق فأجاب وقال لهم الزرع الزرع الجيد هو ابن الإنسان والحقل هو العالم والزرع الجيد هو ابن الملكوت والزوان هو ابن الشرير والعدو الذي زرعه هو إبليس والحصاد هو انقضاء العالم والحصادون هم الملائكة فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملائكوته جميع المعاصر وفاعل الإسم ويطرحونهم في أتن النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان حين نازل مضي الأبرار كالشمس في ملائكوت أبيهم من له أزنان للسامع فليسمع هو ملاحظة يعني ملاحظة أولى في هذا المثال إن هذا المثال لم يشكر إلا في إنجيل القديس مات هذا المثال يعني قيل بغرض رئيسي هو الحديث عن أمور تخص ملائكوت السماوات فهو يعتبر مثلا من الأمثال اللي بتكلم عن الملائكوت وده واضح خالص في بداية المثال في عدد 24 ربنا يسوع المسيح بيقول يشبه ملائكوت السماوات إنسانا زرعا زرعا جيدا في حقله فالكلام هو عن ملائكوت السماوات أو عن ملائكوت الله لمعنى آخر يتميز هذا المثال زي أمثلة أخرى إنه ربنا يسوع المسيح فصر هذا المثال بنفسه فبعد ما قال المثال في عدد 24 لعدد 30 وبعد كده قال الأمثال التانية قال مثال حبة الخردل ومثال الخميرة بعد كده التلاميذ جم إليه ولولو فصر لنا مثال زوان الحقل فابتدى رب يسوع المسيح يفصر المثال بنفسه نفس الحكاية حصلت بعد ما الرب يسوع المسيح يتكلم عن المثال الزارع فبيقول في إنجيل قديس لواء في الصحة 8 في عدد 9 سأله تلاميذهم ما عسى أن يكون هذا المثال قال لهم قد أعطي لكم أن تعرفوا إصرار البلقوت أما الباقين فبإمثال حتى أنهم مبصرين لا يبصرون وسمعين لا يسمعون وهذا المثال هو وهذا هو المثال الزارع هو كلام الله ففي مسال الزارع لما سألوه على معنى المثال قال لهم أنا أتكلم بأمثال علشان أنتوا تعرفوا أصر الملكوت ولكن الناس اللي برا ما عرفوش عشان كلا أنا أتكلم بأمثال وابتدأ أشرح لهم برضو مثل الزارع فالحقيقة يعني يعتبر الموضوع يعني مشروح من من فهم رب نساء المسيح نفسه لكن بس هعمل شوية تركيز على بعض الأمور أو أوضح بعض الأمور أول حاجة قالها رب نساء المسيح في تفسير المثال ده قال إن الزارع اللي زرع زرع جيد وبيقول إنسانا زرع زرع جيدا في حقله الإنسان اللي زرع زرع جيد في حقله هو ابن الإنسان هو نفسه رب نساء المسيح اللي هم كده الزارع الزارع الجيد هو ابن الإنسان فهو حط نفسه طبعا في مركز الإنسان ولكن الإنسان اللي جاي يعمل بسلطان الله وجاي يعمل عشان يزرح في ملكوت الله اتنبأ عنه طبعا دانيال عن هذا السلطان بالنسبة للملكوت اتنبأ عنه دانيال في دانيال 7 في عدد 14 بيقول قاطية سلطانا ومجدنا ملكوتا اللي تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة برضو بأسلوب نبوي ربنا كان بيكلم أرميه وسحيح كان بيكلم لأرميه ولكن كانت هذا أيضا نبوه على رب يسوع قال له قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس فاللي كان ليه سلطان مطلق او اللي ليه سلطان مطلق انه يغرس في ملكوت الله هو ربنا يسوع المسيح فواضح خالص يعني مش محتاجة شرحة أكتر ان الزارع الزارع الجيد او اللي زارع الحنطة هو ربنا يسوع المسيح نفسه الحاجة التانية برضو في تفسير ربنا يسوع المسيح ان الحق لهو العالم والرب يسوع المسيح جاه عشان يزرع في العالم يزرع بين الملكوت في العالم فهو بيمارس سلطانه لانه دفع ليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض فهو لليه سلطان انه يزرع في العالم هو اللي بياخضى عليه ملائكة والسلطين وقوات مخضع له وهو رئيس ملوك الأرض الزارع الجيد زي ما فصل ربنا يسوع المسيح ايضا هو بنو الملكوت وبنو الملكوت دول هم الناس اللي هم بمحد ارادتهم وبحرية كاملة قبلوا ان ربنا يبقى ملك عليهم هم اللي بيحفظوا وصايا الله هم اللي قبلوا انهم يعيشوا حسب وصايا ربنا لما ربنا سعى المسيح بعد تلميذه عشان يكرزوا قال لهم اذهبوا وتلميذوا جميع الأمم قال لهم علمهم ان يحفظوا جميع ما أوصيتكم به فهما حفظوا الوصايا التلميذ وراحوا يدوروا على ناس يكون عندهم استعداد وارادة ومشيئة انهم يحفظوا وصايا ربنا هنا اللحظ فيه فرق ما بين مثل الامح والزوان أو الحنطة والزوان وبين مثل الزارع في مثل الزارع الزارع هو كلمة الله ولكن في مثل الحنطة والزوان الزارع هو أولاد الله نفسهم بمعنى ايه؟ بمعنى انه في المسارين مع بعض ان كلمة الله الزارعت في قلوب التلميذ او الزارعت في قلوب بين الملكوت ولما الزارعت في قلوب بين الملكوت بقى بين الملكوت نفسهم هم زرع في العالم هم زرع في العالم فلما بتستخر كلمة الله ولما بنقى بالكلمة الله جوانا وكلمة الله تسمر نصير احنا زرع بنزرع زي بالزبط كده لما بتحط بزرة أمح وبعدين تطلع سنبلة لما تطلع سنبلة السنبلة دي بقى فيها أمح كتير ففي الواقع الأمح ده لو زرعته تاني بقت هيطلع عشرات الأضعاف البزرة اللي انت قد تحطته فأصبح فيه زرعة زرعت في القلب اللي هو كلمة الله زي ما هو في مثل الزرع ولما زرعت في القلب جيد كلمة الله وجايت بصمر كان الصمر ان هي تبقى زرعة أكتر او زرعة متزايد لحساب ملكوتها الله في قلوب ناس تانية وتكسب ناس تانية للملكوت الحاجة اللي بعد كده في تفسير ربنا يسوع المسيح قال ان الزوان هو بنو الشرير ودول اللي قال عنهم ربنا يسوع المسيح انهم يصنعون العصرات انهم المعاسر او يصنعون العصرات وفاعل الاسم فبيقول الزرع الجيد هو ابن الانسان والحق لهو العالم والزرع الجيد هو بنو الملكوت والزوان هو بنو الشرير وبنو الشرير دول اللي هم ما بيعملوش ارادة الله او مشيئة الله وعمالهم بتثبت انهم بيعملوا عصرات للناس وبيعملوا الاسم هؤلاء هم اللي سماهم المعاسر او الذين يصنعون العصرات بالنسبة ربنا يسوع المسيح وبالنسبة الفكر الكتاب المقدس صنع العصرات من الامور الصعبة الغير المقبولة او غير مرضية عند الله الدرجة ان ربنا يسوع المسيح في نجيل متى 18 في صحاح 18 عدد 6 لل7 اتكلم عنه اللي بيصنعوا العصرات وقال انه يعني مصرهم اسوأ من حاجات تانية كان ممكن تبقى اخوة ليهم فقال من اعصر هؤلاء الصغر مؤمنين به فخير الله ان يعلق في عنق وحجر الرحة ويغرق في لجة البحر يعني لو واحد اعصر واحد احسن لان يحط في رقابته حجر يتحط في رقابته حجر الرحة اللي هو الحجر بيتحنوا بيه ده ويترمي في البحر ويغرق كان احسن احسن له من انه يصنع عصره لان مصيره في صنع العصرات اسوأ من مصير الرقاب اللي يتعلق في رقابته حجر رحة ويلقى في البحر وبعدين بيقول ويله اللي لعلم عن العصرات لابد ان تأتي العصرات ولكن ويل لذلك الانسان الذي به تأتي العصره فالحقيقة المثل هنا اذا كان بيتكلم عن عملية الفرز في اليوم الاخير ولكن ايضا بيشير بقوة الى عقوبة المعاصر او اللي بيصنعونا العصرات ويعملوا الشر بوليس الرسول برضو بيأكد على هذا الفكر درجة انه قال لو كان اكل اللحم يا عصر اخي فلن اكل لحما الى الابد وبعدين قال لو كنت بتأكله وبتشربه فعله كل شيء لمجد الله العصرات دي بتبقى نوع من بتعمل نوع من الشقاقات واتخل الناس يتعثروا خلاف للتعليم اللي حذر منهم بوليس الرسول ايضا في رمية 16 عدس 17 قال تلاحظوا الذين اصنعونا الشقاقات والعصرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه وعرضوه عنهم فالزوان الزوان هم هم الاشرار اللي سماهم المعاسر الزوان هو بنو الشرير او الاشرار اللي سماهم المعاسر وفاعل الاسم وفاعل الاسم معناها ان الناس اللي بيتعدوا وصية الله يعني بالانجليز تبقى براكتس لوليسنس لوليسنس يعني مفيش قانون هما مشين عليه او هما مشين ضد القانون ففي اليوم الاخير لما ناس هيرجوا ربنا يا ساع المسيح عشان يدخلوا ملكوت السموات فرب يا ساع المسيح بيقول ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل اللي يفعل ارادة ابي اللي في السماوات يعني اللي هو ماشي حسب وصية الله هو اللي هيدخل ملكوت السموات ولكن في متى سبعة اتنين وعشرين الكثيرون سيقول لهم ليه في ذلك اليوم يا رب يا رب ليس باسمك تلبانا وباسمك اخرجنا شاتين واسمك صنعنا قوات كثيرة فحينازن اصرح لهم اني لم اعرفكم اذهبوا عني يا فاعل الاسم يعني لهذا الدرجة ان فاعل الاسم توصل لدرجة ان ربنا يلوم انا معرفكمش القديسة حنف رسالة التانية واحد تسعة بيقول ان كل من تعدخ ولم يزبط في تعليم المسيح فليس له الله فالحكاية يعني واضحة خالص وفيها نوع من الحزب يا اما الانسان هو زرع جيد او حنطة او هو زرع شرير او هو زرع زوان يا اما هو من بني الملكوت او هو من بني الشرير طب مين اللي حط الزوان في وسط الحنطة فربنا سعى المسيح برضو فصرها وقال العدو الذي زرعه هو ابليس ابليس بيحاول يضع الزوان في وسط الحنطة زي ما هو بيحاول باستمرار انه هو يضع اه الناس التابعين ليه او اللي بيصنعوا اقراضته في وسط العالم او في وسط ملكوت الله بل انه هو حاول اكتر من كده انه يضع الزوان في قلب الرب يسوع المسيح نفسه في موضوع التجربة على الجبل ولكن زي ما انتم عارفين اللي حصل في التجربة على الجبل ولكن في نهايتها ربنا يسوع المسيح طرده وقال له اذهب يا شيطان لانه مكتوب للرب الهك تسجد وياه وحده تعبد ثم تركه ابليس واذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه الرب يسوع المسيح نفسه قال ان رئيس هذا العالم قاتل وليس له فيه شيء يعني ما تدلوش فرصة انه هو يعمل يزرع الزوان بتاعه في القلب في قلبه ربنا يسوع المسيح قدوس القديسين الذي لم يصنع خطية ولم يوجد في فمه غش فاحنا نخلي بالنه ان ابليس باستمرار بيدور علشان يلاقي ناسي بأليه ويشغلهم على انهم زوان في وسط الحنطة وبطرس الرسول في سادة الاولى خمسة تمانية قال ان ابليس خصمكم يجول كآسة زائر ملتمس من يبتلعه فالمسأل ايضا هو دعوة للياقذة انه في وسط الحقل وفي وسط ملكوت الله ممكن يكون الشيطان شغال علشان يزرع الزوان بتاعه النقطة اللي بعد كده في هذا المسأل الكلام عن الحصاد ما بيقول العدوة اللي زرعه هو ابليس والحصاد هو انقضاء العالم والحصادون هو هم الملائكة لما جمع العبيد بتوع الراجل ساحب الحق قالوله ده فيه زوان طلع مع الحنطة فقيرك ان احنا نجمع نجمع الزوان ده ونحرقه فقال لهم لا ما تنجمعوش الزوان لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وانتم تجمعونه لان طبعا ما قدرش التلميذ انهم يقوموا بهذا العمل هذا العمل بيقوم به الرب بإساء المسيح ومعه ملائكته وقال لهم دعوهما ينميان معا كلهما معا الى الحصاد وفي وقت الحصاد كل الحصادين نجمعوا اولا الزوان وحرقوه حزما اللي يحرق اما الحنطة فيجمعوها الى مغزاني فوقت الحصاد هو وقت مجيء ربا يساء المسيح اللي فيه ربا يساء المسيح هيجمع كل الخليقة ويبعث ملائكته علشان يحصده الاشرار ويحصده الابرار او يجمع الاشرار ويجمعوا الابرار عشان كنا ده يخلينا ان احنا باستمرار في حياتنا يبقى في ذهننا الفكر المجيئي او فكر مجيء ربنا يسوع المسيح بولوس الرسول بيوصي تموساوس في تموساوس الاولى صحاح 6 في عدد 13 بيقول له وصيك امام الله الذي يحيي الكله يسوع المسيح ان تحفظ الوصية بلا دنس والعلوم الى ظهور ربنا يسوع المسيح خلينا متيقذين عشان نحفظ وصية الله لغاية ما يجي ربنا يسوع المسيح وتبقى مكاننا مع بنو الملكوت مش مع بنو الشرير اخر نقطة اقول له النهاردة وبعدين نكمل المسأ المرة جاية ان شاء الله في مسأ الربنا يسوع المسيح قال ان الحصدين هم الملائكة بيقول كده ايه بيقول هكذا يكون في انقضاء العالم ده في عدد 40 يرسل ابن الانسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاسر وفاعل الاسم فالحصدين هم الملائكة واضح اوي اوي في شواه كتيرة في الكتاب المقدس ان الملائكة هتكون مع ربنا يسوع المسيح في مجيء التاني ويكون لهم دور انهم يجمعوا المختارين من اربع رياح الارض وانهم يجمعوا الاشرار ايضا ففي شواه كتيرة في الكتاب المقدس بتتكلم عن مصحبة الملائكة للرب يسوع في مجيء التاني اقول لك مثال كده في تسالونيك التانية واحد سبع عدد تسعة يقول ايه اياكم الذين هتتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته كان بيكلم عن استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته يعني هو هيجي ومع الملائكة وفي انجيل القدس مت في اسحح 13 في المثل بتاع الشبكة الجامعة اللي هنتكلم عليه في مرة جاية ان شاء الله برضو رب يسوع المسيح علق على هذا المثل قال هكذا يكون في انقضاء العالم يخرج الملائكة ويفرزون الاشرار من بين الابرار يبقى اذا في انقضاء العالم الملائكة هيكونوا مع الرب يسوع المسيح والملائكة هيكون لهم دور فده التفسير بتاع المثل زي ما فصلوا الرب يسوع المسيح قال لهم ان الزرع الزرع الجيد هو ابن الانسان والحقل هو العالم والزرع الجيد هو ابن الملائكة والزوان هو ابن الشرير والعدو الذي يزرع هو ابليس والحصاد هو انقضاء العالم والحصادون هم الملائكة فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء العالم يرسل ابن الانسان ملائكته فيجمعونه من ملائكته جميع المعاسر وفعل الاسم ويترحونهم في أتون النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان حينازل نضيع الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم ما الله وزنان للسام فاليسمع دي كده يعني عبور سريع على المثل والمرة جايب نعمة ربنا نحاول ناخد برضو بعض النقاط الرئيسية أو تعليق على بعض النقاط الرئيسية في هذا المثل أشوفكم ساء الله على خير لربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد أمون موسيقى ترجمة نانسي قنقر